عندنا برضو يمكن نوع تاني اللي يمكن اتكلمنا فيه برضو عن الاطفال اللي ممكن يكون بيجي لهم سكر في سن صغير وهنا عايزين نعرف نحوك العلاج الصحيح في هذه الحالة ايه عادة بيدوا انسولين ولا ممكن يكون فيه علاج اصح طول عمرنا كانوا يقولوا السكر طبعا ليه انواع كتير جدا النوع الاول والنوع التاني وسكر الحمل وفيه كذا حاجة تانية مناعية في النص مش هندوش يعني المشاهدين بيها النهاردة لكن ناس كتير كلنا طفل جايين لنا عنده سكر ده لازم يبقى في الغالب نوع اول وبناخد له انسولين الكلام ده للأسف ما بقناش بنشوفه ما بقاش مطلق لا بقنا بنشوف اطفال عندها وزن زيادة جايين بسكر تراكمي 6 و 6 ونص وساعات 7 بنعمل لهم التحاليل اللي بتشخص او بتفرق ما بين النوع الاول او النوع التاني وبنكتشف ان هما من النوع التاني زمان من حوالي مثلا 10-15 سنة كان ممنوع يعني اي فيش حاجة اسمها كده انت جت لنا وعندك طفل وعنده سكر ده اكيد سكر من نوع الاول اكيد هياخد انسولين لا احنا ده خبر حلو وخبر وحش في نفس الوقت لا ممكن متاخدش انسولين وتبقى انت متشخص بسبب الوزن الزيادة او مقامة الانسولين او طريقة الاكلك اللي مش اصح حاجة وهو ده اللي بيخلينا لا احنا محتاجين نحط خطة علاج ونبتدي نتعالج بالاقراص والامور بساعتها برضو بتخف يعني الاطفال اللي بتبقى جاية وسكرتها بالمنظر ده او الوزن الزيادة وتعرضت للسكر بنقدر ان نحصل لها برضو عملية استشفاء تام من السكر احنا الاطفال بنكلم عن سن كامل دكتور نوهان اللي هي ممكن تتشخص غلط ونبعايزين ندي انسولين بسرعة وممكن تكون الحاليتهم مش بستدادة عشر اتناشر مثلا احنا للأسف بنشوفهم من اول سبع سنين خمس وسبع سنين الوزن اول ما بتدي الوزن يبقى زيادة وده اللي مهم جدا برضو في حتة ان احنا بنقول ايه ان الاطفال لازم تتحط على حاجة اسمها منحنايات النمو منحنات النمو دي اللي بتقول لنا طوله ووزن مناسب بالنسبة لسن ولا لا وده حاجة اللي لازم بنعملها دورية عندنا في العياد اي طفل بيجي لنا لازم نشوف هل هو وزنه قليل وزنه زيادة عن الطبيعي بحيث نبعد عن المشاكل اللي ممكن تأثر بعد كده عن ان يجيله سكر ان يجيله قصر قامة ان يجيله مشاكل في الغدة كل الحاجات دي بتساعدنا ان احنا نحجم الامور انا اظن ان برضو فكرة المخاطر بشكل عام اللي هي منها طبعا الاوبزيتي او الوزن الزائد هو اللي ممكن تكون ساعات بتلغبط الناس لان بنشوف ساعات اطفال عندهم سمنة مفرطة في سن صغير بس ما عندهمش سكر بالزبط فدي بتلغبط الناس شوية يحسوا خلاص يعني ابني يعني عشان زاد شوية في الوزن هيجيله سكر موغو فلان جغاري او قريبي او او وبرضو وزنهم زايد ومجالهمش سكر فعايزين برضو نفرق في الحتة دي دكتور نورهان ما بين ده احتمالية كبيرة جدا ممكن يجيله وممكن لأ يعني هي بس مجرد مثلا عوام الخطور لا للأسف اي حد اطفال وزنهم زيادة على منحنات النمو معرضين ان يجيلهم قومة انسولين وبالأحرى تجيلهم سكر فيما بعد هيجيلهم سكر امتى؟ في خلال بتاعة اربع سنين فلازم دي حاجة يعني ضروري استغل عليها بسرعة بسرعة ان اولاء الامور ياخدوا بالهم انه لا انا لو حسيت ان ابني في خلال سنتين وزنه ما بقاش يعني فيه ابتدى يطلع كرش ابتدى يبقى فيه علامات مقامة الانسولين ايه علامات مقامة الانسولين المعروفة طبعا الغمقان اللي في ناحية الرقبة اصلا ليه مش معروفة يعني كويس ان برضو حاجة مهمة لان في ناس كتير متعرفهاش يعني النهاردة حاجة بتقوليه معروفة عشان تشوفيها كل يوم بس ناس كتير النهاردة مهمة قوي اللي حاجة بتقوليه يبقى يعرفه ويحدده بعض الاعراض اللي ممكن تكون معناها او يعني فيه عراض ان فيه مقامة الانسولين وساعتها تؤدي الى السكر اهم حاجة فيها هم تلات حاجات اساسية زيادة الدهون المتراكمة في منطقة البطن او عند حيطية الكرش كرش يعني اه في نفس الوقت الغمقان في الرقبة ناس كتير اطفال تجلنا بغمقان في الرقبة جديد يفتكروا ان ده لا ده مثلا نوع من انوع عدم اللي انا مثلا مش بستحمة كويس مش باخذ اه لا ده بتبقى اعراض مقامة الانسولين كمان الزوايد الجلدية يجو بجزء من الزوايد الجلدية سواء في منطقة تحت القبط في منطقة الرقبة ودي بتبقى من علامات اللي بتقولينا المؤشر اللي هو الحق نفسك انت عندك مقامة الانسولين يبتدي يخد علاج وتابع مع الدكتور علشان تمنع ان يجي لك سكر فيما بعد بعد الشر اشكرك جدا دي ثانوية بتهيلي مهمة جدا المهمة هو ان احنا بقى عرفت شوية اعراض تحصل لولدنا نقدر بسرعة نتجه او ناخد قرارات ونبتدي ناخد اكشن او ناخد يعني الموقف الاول